انتهت لم تنتهي لكنها لم تبدأ بعد هذا حال الهدن في اليمن منذ نحو عام فميليشيات الحوثي وصالح دائما ما تخالف وعودها والاتفاقات التي تبرمها بمجرد أن تحقق أهدافها غير المعلنة منها في الثالث عشر من مايو الماضي أعلنت الأمم المتحدة بعد موافقة أطراف النزاع اليمني عن بدء أول هدنة إنسانية في البلاد لمدة خمسة أيام ولم تكت تنضي ساعات على الهدنة حتى اتهمت المقاومة الشعبية المتمردين بخرقها وأجهضت الهدنة في مهدها وفي العاشر من يوليو الماضي كذلك أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة جديدة لكنها لم تصمت في ساعاتها الأولى حيث قصف الحوثيون عدن وبدأوا معارك في مدينة تعز الجنوبية وفي محافظة مأرب شرقي اليمن واستقصف عنيف متبادل بالمدفعية بين مسلحي الحوثيين ومقاتلي المقاومة في حين شن تحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة نهاية الشهر نفسه أعلنت قيادة التحالف العربي عن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام تبدأ منتصف ليل السادس والعشرين من يوليو منتصف ديسمبر الماضي كان موعدا آخر مع هدنة بين الحكومة اليمنية والمتمردين وقف إطلاق نار حدد لاختبار النوايا قبل محادثات سويسرا بين الحكومة الشرعية والحوثيين حاليا يكثف المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاته بالأطراف المعنية آملا أن ينجح في تقريب وجهات النظر مع اقتراب موعد الجولة الجديدة من محادثات السلام سلام ترى الحكومة اليمنية أن كل الأبواب مفتوحة أمامه لكن على المتمردين أن يقدموا أوراق حسن نواياهم والتي تتمثل بإطلاق المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم وزير الدفاع محمود سالم الصبيحي وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي